وردة سرها المحبة ايش بن مرياح امياب المياح ليب ما اسمحت شيف مس هل هل بنا ليبغتا للأسفار والسياحة حجاجنا مع تمرنا في مام معينينا مرحبا بكم من السليكول في حلقة جديدة من الماتينة المتنى لجمعة من التسعالي لحديث ومتعالي في حلقة اليوم اثنين وبداية الأسبوع بيش نحكيهم مثلا على موضوع يهم برشا الناس خاصة في العودة المدرسية فما صغيرات تأييس هاي وشوية زعم الحكاية هذه حاجة مرضية وإلا حالة عادية بيش نشوفهم بعد مع نوت خوبيديات خوفاء زيدي القصة هذي وغيرهم الأركير هون موجودة ومتوفرة في برنامج المتنى أما خليكم معنا متبادلوش القناة وقعدا نزربنا طوال الحديث باش نقول ديريك بشور لبنت بشور فاتوما بشور فاتوما بشور فاتوما بشورك 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 وخاصةً أفكار مميزة تنجم وتنجم بها دبارة كل يوم الشيف فتحية بدأت تتحضر في الدسير دجا؟ آآ كهوة أنا الدسير بتاعيز مو شوية برد آآ شنوة اليوم ماذا؟ باش نعمل فاناكوتا اليوم باهم ملا نبدأو مع الشيف فتحية تحكينا عن الدسير باش يكون على طولتنا اليوم ومبعد أنا باش نجي معاكم نحكي لكم عن مقرونة باش نعملوها السوس خوزي بالشوفريت ناخدو تفاصيلها أكثر بعد ما نحكيوه مع الشيف فتحية أنا اليوم عندي الباناكوتا ساعة سمارت شيف باش نحط نحضرها خطر هي يزمها تقعد تبرد شوية تبرد ثلاثة سوية تبرد عشرة دقائق لبرم الفريجيدير ومبعد نحطوها ثلاثة سوية في الفريجيدير وإلا اللي حبي يزر بيزر 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 بيحطها سوية في الكنجيلاتور أما راي تطلع بنيني الحكارات متاحة؟ الحكارات متاحة أنا هما حاتين أما معناها خمسمائة نص سترة حليب وإلا ثلاثة مئة وخمسين قرام كريم فريش أنا نخيرها نخلط لها حليب وكريمة جي أبن جي يونكتوز وجي خفيفة معناها حاجة بنينة وخفيفة هوني حتيت الحليب والكريمة خليت نص سترة مع بعضهم مخلطين مع بعضهم حتيتهم في وسط الكسرونة متاعي نصب المكون بتاع الكريمة ذي الباناكوتا نصبها هوني في وسط فوق الخليط متاعي ونجي نحركها مليح 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 في البارد حتى لين تتحلل كلها ومبعد نحطها على الغاز ما اللي تبدأ تغلي نحسب لها دقيقة بالمنجيلة معناها نحسبهم 60 لحظة معناها دقيقة بالضبط وبعد نهبطها نصبها في اللي مول بتاعي ليهما هذو مليغم كان فما يحب يحطها في الصحاف ولا في الكسين راي تبرد كيف كيف معناها العملية هي هي نحطهم في الفريجيدير بعد لنحط فيهم العسل المتاحة ليهو بالفرامبواز وفم بالفغيز فما معناها حاجات ليهو هذية نحطه في قاع للمول بتاعي باش كي نقلبها يهبط الكريمة في وصفق منها مزينا ولا شبابة وفما اللي يحب من الاخر يصبها بعد اللي يكمل يخرج بناكوتها من المول ينجم يصبها في الاخر سيلول احنا الكلين نجموا نتحكموا فيه نعملوا الكلين تحكموا فيه شوكولات نعملوا برامبواز نعملوا لتو بينجل ستعملوا بيانسور لتو بينجل البناكوت حاجة خارق اللي العادة ان شوفوا فيها كيفاش تحلت لكلها معناها فيه وفسا فيسا معناها مزماش برشا وقت نجي نحطها طاو نشعل لها القاز نقعد نطيبها لطان اللي هي حضرت ومبعد نعتيكم رسيت متاعي متاع اللي بالخوخ توا احنا في وسط سيزون متاع الخوخ مع بسيزون الخوخ على اللخ انا قلت نعم بيه قاتو اليوم مش نعمل لكم قاتو بالخوخ حاجة بنينو خارق اللي عادة راه تناجموا لي ما عندوش وقت بشي قوادي حضر في القاتويت خوذوا باكو كيك سمارت شيف من اي مطعم معنها قارس ولا بانانو اتخلطوا به القاتو جي حاجة خارق اللي عادة كيفو كيمال الميلانج لي بش نعملوا معناها نفس الحكاية نفس الحكاية طريقة سهلة باكثر مع سمارت شيف ولا انا زيدي باش نستعمل سمارت شيف اليوم شيف برا عاد ها ها وكافي بدي زحم فيا لكن في المالح في المالح في المالح انا فرحت لي سمارت شيف عاتيني الحلو وانتي زحم فيا في المالح صحي دونك خذينا باينا حط احنا مع سمارت شيف انا اليوم باش نحضر باكيت فاقسي لكن باش نعملها بالبات متاع الميزا بات فيتزا هذي النجم واحنا نتحكموا فيها كيف ما نحب عمد زيدي دونك تدلب نعمل ما سمارت شيف عندهم من الحاجب العائلي بتاع الباكوات فامالفاميليال خارق العادة بالضبط وفرو كمية اكثر للسيدة اللي تبعو فينا دونك انا باش نعمل بيزا العجينة بتاع بيزا بتاع سمارت شيف باش نعملها هي باش تكون بها الباكيت فانسي درنيار ما انتي عملت دي ميني بيزا دونك انبول عملتهم بالضبط الباكيت تتفكر مرع منا بيها زي دونك في كاسي جي وبنان برشا هذي البيزا باش نعجنها كيمة قالولي في الباكو نتبع المقادير في الباكو متاعنا نعجنها ونخليها ترتاح شوية فيما انا حضرت لها الفارس نحضر الفارس مع بعضنا ومنفوذكم بحط شاي لكن قبل نحب نبدا نهار معاكم مع اختنا فاطنو لي كوتش ببرشا نشاط وحيوية وسبور خاصة مش هما بركا يحكوا على سمارت شيف انا بدي من الكليونات انتاعو سمارت شيف ديما نشري من الميحبي بشكل من الفارس ومعاش يوالها الميحبي بشكل من الحجم لحلها الميحبي بشكل من اجل أنها تتلك وتحطيتها الميحبيو التي تتلك نجحية هي أنها تتلك لنليسية وفينا قائلها كثيرة يل själسوا سمع والخاصة بالما مريد ونشوفوا الكوتش ماهلك العموري وفيت شمحظر ميطلن لقد نقاط جميلة رغم يلنتج من يلحضر مرعانيزيوم و كالسيوم ميطلن لقدت نحن Mystرة أجد preview ميطلنًا ميطلن من الحقيقة السبه النور مرهببكو مريك كلا إليك كوتشع مريميلك اليوم يسمى 100% عبدو استطاع حلق الأبدو لكي نصل إلى الأبجيكتيف الذي نحب عليه في البارتي أبديومينال أما لا يستطيع أن نحقق الهدف مني التغذية السليمة هي من أهم الأحواج التي تجعلك تحقق الهدف منك كيف تغذية سليمة؟ كل عبد لديه نسبة بروتيين، ديجلوسيد، ديليبيد يستحقها في بدنه كل نهار حسنًا، عندما تقلق، يجب أن يستحق في كل نهار حسنًا، لا نتحدث عنكم في أكثر من المثال يمكنكم التواصل على موضوع مني على أستغرام لنصنع، يجل على اقتصدما، إمم remaining الأfrésات الدكبية، ت publicني تحقيق الهدف دخل شائع إلى المنطقة الطبيب والمخلق ونطركم على البعض Jاءً آخر دخل ونطركم على الحقيق حسناً أبداً الخسناً أبداً اكون أبداً الانتَاني والمقرب غل فيها ونحن الاجتشير ولكن الوضع ممينة ون Nyثي نعمًا نعمًا سأسلوا على التزنى ،نا رجل من الأرض 4 3 2 نحن ساولة فعلا ، جميع العين فماية أنجيش 전에 وراغ ، 5 6 والجن إلى النقطة ، Allez-y, 8, 7, 6, 5. Serrez bien les abdos, expirez au moment de l'effort. Encore, allez, 8, 8, 7, la respiration, 6, 5, 4, 3, 2, relâche. Voilà, la même position, on change la jambe. Inspire, expire, profondément. Allez, en place. Jambe gauche, top. 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore 8, 8, 7. On expire au moment de l'effort. La dernière, on relâche. Bravo. Inspire, expire. Prochain exercice. Touché dorsal. Alors, cette position, genou un peu fléchis et on commence. Regardez l'avant. Les bras sont là, droite et gauche. Alors, droite et gauche. Serrez bien les abdos. Les obliques ou les cadiniques. On signale. Accélère. Serrez bien les abdos. 4, 3, encore, encore 8. 8, 7, très bien. 6, 5, 4, 3, 2, tu restes statique. Toujours est statique. Allez-y, jusqu'au bout. Serrez bien les abdos. Inspire, expire. 4, 3, 2, relâche. Très bien, bravo. Alors, couchez dorsal. Les bras à l'air, collés au sol. Jambes tendues. Pointes. Un petit battement. Serrez bien les abdos. Encore. L'ultimo, je me rapproche à l'air. L'autre, je le strafe. Serrez bien les abdos. J'ai un petit nefus. 4, 3, 2, relâche. Très bien. Inspire, expire. Aller, la dernière fois. Prêt. Top. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore 8. Inspire, expire. Résistez le maximum. 4, 3, 2, yes. Bravo. Voilà, c'est. Très bien. Alors, on inspire. On expire. Un peu d'étirement. Front latérale. Éterrez bien les adducteurs. On change. Très bien. Bravo tout le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a un jour qui est heureux ? Je m'attends avec vous, inshallah. Je suis exercice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Mélique L'Amourie. Il y a un coach qui a une école de formation, qui est WeFit. Merci beaucoup. N'est-ce qu'il y a des questions. Mais, quand je vous remercie, comment on peut... Luca. Oui, Luca. اشتركوا في القناة مرحبا بكم اللي تابعو فينا الكل في برنامج المتينال لداخل واخرش تونس ميغسيبو كل ناس اللي تابع فينا البرى من تونس واتوينسة في الغربة وإلا من الوطن العربي كون قلكم ميغسيبو كورا نحبوكم بارشا بايه كيما اقول لكم بكر شوية بش تكون معنا مايا تميم اللي هي متسابقة في درجات النارية بش نتعرف عليك بانجوغ مايا بانجوغ مايا بانجوغ شو حوالك صباح عايشة صباح شوك بايه حمدو الله عايشة حمدو الله لو كنتعرف عليك مايا أما كنت سمحنا نرجو شمية بحثة لشيف ونرجو نحكي يعطيك صحة فاطمة سيدة مشاهدين مرحبا بكم التحقت وبرنامج المتينال دوا على خناة تاسعة باش كيما قلنا ملكو جينا نوريكم برشا وصفة شيف فتحية بدأت تحذر في البناكوتة اليوم بناكوتة من عند سمارك شيف باش تربحنا أزيد وقت نعرف البناكوتة فيها تكنيك معقد شوية إذا تخدمها دؤا زيد دونك هنا سمارك شيف سهل تعلينا العملية وتعاوننا بارشا في الكوجينات ساعات ما تخطفش ذاكين ما تعرفش تحكرها هذك علشان نخير ناخذها هكا حاضرة باش هاي ونحطها نغلي أقل ريسك أقل غيسك عنتوك المرات اللي عملت عمورها ما أمورها متهلكت دي ما تطلع ناشها دي ما تطلع صحيحة أمشيوا على المكونات الي موجودة فيها وتحسبو لها الوقت متاحها وتحسبو لها وقت الغليان وقت التبريد تجيكم باناكوتا خارق العادة اللي يحبو مغرومين بالباناكوتا وأنوع الباناكوتا قلت لكم حتى كان متحبوش الكولي بالفرامبواز تنجمو تستعملوا شوكولات ولا كيوي ولا فاني إذو كالتو بينج يعوضوا الكولي معناها هي هي نفس الخدمة نهم الباناكوتا تكون ناشحة هذك الباز متاعنا هو صحيح بحذيها أنا بش نعمل قطوب الخوخ اليو القطوب الخوخ يلزمو 350 جرام كرم فرش يلزمو سمحني 240 جرام كرم فرش يلزمو 200 جرام سكر عادي يلزمو ثلاثة باكويت فاني سمح تشيف يلزمو 350 جرام فرينة وردة سبيسيال جاتو ويلزمني ثمانية عظمات وعشرين جرام خميرة سمح تشيف اللي هما يجيو باكو وشتر معناها باكو ومغرفة قهوة هذكا الخميرة بتاع الجاتو سبيسيال معناها الخميرة سمح تشيف هونيا مبعد بش نركض الكريمة مع السكر ومبعد نحط لها العظم أونوملات ونوريكم ليزيتاب نتاع خدمتها احنا في العادة ديما ما نستعملوش الخوخ في الجاتو المرة هذية بش نوريكم كيفاش تستعملو خوخ وتطلعو لكم خبزة بنينة ومزيينة وبغيمو خارقة العادة وخفيفة سوخطو وما فيهاش برشة حاجات ماهاش غالية ماهاش متكلفة واللي يحب يكلفها أقل الزيدة يستعمل باكو كيك سمح تشيف وهو يكون فغيمو الحل السهل للخدمة ويطلع نفس المطعم ونفس البناء معناها ماهاش بشي تغير حاجة كبيرة أسهل في الصنع لكن مايقلقش ولا يعطيك صحة شيف فتحية أنا زيدة سيدة مشاهدين كيف ما شوفنا قبيلة عجلنا مع بعضنا العجينة متاع البيتزا سمقت شيف لازم تاخو وقتها مش تخمر وترتاح خليتها هنا بعد ما تعجنت لمية الباتل بعضها نغطيها بابيا فيلم ووكو نترك نحطوه باش ما تعمل شكل كشرة من فوق ومن بعد التخدم تعطينا الطوع كما يلزم بالنسبة للفارس اللي باش يكون في وسط الباقيت فاغسي باش نخدمها اليوم هي الحقيقة ديديي للصغار باش خاطر مانيش نحط فيها هريسة باش نحط فيها حاجات حارة باش نعمل لها سوس تمات كيمة السوس متاع بيتزا ناخو شوية تماطم فرشكة توا ما زال لعنا وقت تماطم حطوها في الماء سخون نقشروها كيمة قولكم كيل عادة نرحي معها سنة ثوم مغير من طيبها يانا الحقيقة سنة ثوم ومعها شوية حبق وشوية زيت زيتونة من عند الزيانة ما ننسوش شيشة ملح ما نحطش لفلف لك حال لحد شي خاطر باش يكلوا منها صغار باش نعملها بالسوس تمات بالضبط مع هذية باش ناخو فروماج رابطي من عند مريح باش ناخو معها زيتون أكحد وزيتون أخضر و باش ناخو معهم شامبينيون باش نعملها بالشامبينيون بالفتر نعرف فيه برشة منافع وهو مضاد للأكس خاصة مهم برشة للصغيراتنا لصحتهم والنمو متاحهم مع هذو ما كيف ما قلنا باش نحطوا المكونات الفروماج رابطي هو اللي باش يعملنا اللي يزون باش يشد هالفارس هذي الكل في بعضه على خاطر الفروماج رابطي من عند مريح فندان يذوب كي يدخل السخانة ويشد المكونات الكل لانك تنشوفوا التكنيك بتاع الغياليزازيون بتاعك كيفاش باش ننفذوها الباقيت فرسي كيفاش نخدموها مع بعضنا من فوتكم بحتى ديتاي وان شاء الله نعملوا حاجة خارقة العادة تعجبكم انتوما وصغيراتكم اكيد انا باش نرجع لوقتنا فاطمة وضيفتنا في ستوديو المتينال ومع بعضنا بعد شوية باش نحضروا هالباقيت فرسي ان شاء الله مرسي لشيف نرجع نحكي مع مايا تميم اللي قلت لها موت سيبقى متاع درجة نارية في تونس انا استوقفتني حاجة مايا في الفيسبوك متاع كتبا في دانانسين فوتبولور وليس لدينا مرخي هل تعرفتني كيف؟ صحيح هل هو المتحدة؟ هل هو؟ هل هو المتحدة؟ هل هو المتحدة؟ هل هو المتحدة؟ هل هو المتحدة؟ هو مغرامني بالسبور ميكانيك و بالنسبة للسول في كونكورة و في جامعيتينا طفل الوحيد العضو النسائي الوحيد في بنزرت من وقتين شبديت مغرومة بالسبور ميكانيك تحسوا الرجال أكثر من سوخة كنت اتعجبها كلمة لابنسية المتetta وحينه في مغرامين كلمة الوحيد ولميكان المتابعين Oui، كنت احسسوا الرجال أتركم من التعبير لأنني أتعجبها كلمة ميكانية لدينا أحسابات أكثر من المخصوصين من حين أن أصحابك ، تحسنت بحيد الأردل التي تتبع ان في سنوات المتابعين ومكوزين ومتابعات موطة أما أنت برك احترفت الحكاية هذه أم لا؟ أم لا، أنا زادت غرامتهم في السبور ميكانيك من وقت تعمل السبور ميكانيك مايا؟ أمي 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 في الشامبيونالي كانت في 2018 أمي أمي غرامي مني صغيرة مني أنا بسكوتر قبل أن نتعادل الموتوكروس وهو أقوى من الإسكوتر شي ف ذاتي استطاع أمي أمي الجمع? هيا هذي انتع الانسوق المطورات والله انا يعني جي دي سيدي دانتغري ان كلوب لاوشت وسألت وكل شي جي رسي انا كي شالهور او سن دمان كلوب او دبو ما كانش مشاجعني حد حد انا لاوشت وسألت وكل شي فيو كما فاميش طفل قبل لعبة مع دي پيلوت اوم انا جيتني الفكرة انا كنتش نسمع بحد احد جس كنت مطبع في دي پيلوت كورا اي تو مطبع متفرج جيتني الفكرة حابيت نوالي نفس الوليد حلو سي تن دفي ونجحت في دفي عشان شوفهم بعد كيفش نجحت فيه حقبال نحب نرجع لليبنية او دمجوجي مرحبا بيك ما يوتا وليت معنا طو محليها محليها الاحكاية مضاحة محليها الاحكا يظهرنا احنا صعيب اما انا نقا فيه طفلة هوني نحب انتي اضالي بش نقولك محليك انتي لليش جاجعه هوني احب نعرف هنوالي بش نعرفه طيئb ما نشاهده اوه ان تعلمه هنوالي نشستنسى بطفلة هكى تسوق مطور هنوالي نعرفه البنية تتخاف لانك شكون اللي شجعك بالقدة وشنوالي مشنوالي% تكتونة على الكلوب هنوالي تقابلك فاسيلا أماني؟ أمفيت هما البيلوت والزاديران والمامبغ لكلهم يفهم اللي يعفوني برش يعني يعفوني دونك فاسل ما قبلوني فمش كنقالوا إذا طفلة جي شمون جي تعمل معانا ولا خير الجي مع تونسي الدرجة نارية وجمعيتي تشجع ونشكرهم اليوم سامحوا لدخول العضو النسائي دونك احنا نشجع ونشجع وحاجة كي ما هكذا معاك بنيت أخرين معايا؟ بورل مومان فاما معايا واحدة جديدة سنة لعبت معايا من سفيقس وفاما مزيلو بتدخل عما جاي يكون فاما بنات يتشجع فاما برشا بنات متشاجعين بيا ويتو انا نشجعها ان شاء الله عما جاي يمكنش يكون فاما أكثر مامبخوا نعمالما سف سوف عسليما مايوتا معك بيك معانا في البلاتو انتي ظاهرة تحب لتشالنج ملي قصت شعرها هم هم اللي تموت على لتشالنج حبيت نسألك مايوت على حاجة ولي هي كيفش ترى مستقبلك انت في تونس بما انك طفلة الوحيدة اليوم بخائش نقوله بخائش تفل الوحيدة في تونس اللي تعمل السيكليزم كيفش ترى المستقبل متاعك في تونس هل وزارة الرياضة تشجع في الرياضة النسائية خاصة في السيكليزم ومتخمامش تخرج البره خاطر دي الراو دي ما البره المرافل في السيكليزم مطلوبة وحاجة كما نقوله حاجة مهيش موجودة برشة اما كيلقاوها يحتاجوها ويسبونسوريزوها ويكونوها صحيح انا نطمح اني نخرج البره نلعب ما انا بور الممان نحب جوو اوار ان كوتش نتمنى كنلقى ان كوتش ان كوتش ان انت تعمل كوتش داخلات ما عنديش بور الممان كوتش كوتش كامفا ما عندي ان پيلوت لهي بيام الكلاب جامعيح موفرت لي ان پيلوت لهي بيام مي وممان سيف طالد نمتريني تش ميش قادر نترين جونا ما في پيبراراتيان физيك نرهجي فيد جو ليسالوه همال بيه بياة فر الممان جوه تمامها ملي اعمالة اعمالة احجاباتيان مي شد من ان تحربي مي شعارف ويعاني سيزان جيه يوجد يشبيش تكون مي شعك شي حاجة غراف شوية هيه دي سهله دي سيش دي سيش وياه يال لحاجة ولحتاجي ما يخصدون برية؟ مثلاً أبنائتي تفرجو فينا مغرومات بالمطورات ومغرومات والمكانيات ها نفسر الأولياء عليش يشجعوا صغيراتهم والابنائتهم لتصبحوا يصبحوا فيه أصلاً ما نقصدون بيه؟ تحدي لا أبغل تحدي ما تعنوا كيمارالي مثلاً نفهموك هما في تونس رالي داكار ويحب أنت في المطورات ما تحدي باستثناء على المطورات في المطورات في المطورات والكبيرة الخطيفة يجب أنتصبحه أنتصبح ذلك والبعنة ويجب أنتصبح مجموعة مجموعة نعم لأنه ما هي وسير داخل سارع و هو جمي Anchor حECHZY هل سيصبهم؟ او مجموحمون قمت بشكل يمكنك من تردين مين او مجمو pursued فلدينا نتعاري الى المنزلة سحبني انا جي كمسي اترى الى سمسور جيوني 2 افر و بيانتو جي سيني الاجيل هل يحاجة جي باديك لاري بيانتو انشاء الله شاء الله فماش حاجة مستقبل تحضر فيمده كونكورا كي منعرفش في طول في العالمة العالمة الاشياء ناشنال إن شاء الله نصل للإنطرنسيونال إن شاء الله أما بنتو سيزن جديد 2020 نحضره إن شاء الله بنتو بش نرجع في الرالي نعرف اللي فما السباق يدخل في الرالي هما والكواد هيدوما أي معانا معانا ديكواد ذوكم اندرو فما موتوكروس اللي هو سباق الموتوكروس وفما سباق القدرة والتحمل اللي هو مدى متاع ودوم ساعة في الجبل نعم بيست تكون بيست صعبة شوية في الرالي بش تشارك إن شاء الله بيانشور 2020 بش نكون موجودة بطبيعة إن شاء الله إن شاء الله مرسي بكو مايا تميم متسابقة درجات النارية الأولى أنت الوحيدة في تونس في الشمال تونس أنا الوحيدة في الشمال تونس عنا في السويد عنا في سفيقس وفما واحدة جديدة معنا دجا وفما مرسي جديدة ما نقول أنت أول واحدة عام تسبر هذا في تونس لا فما اللي قابل الجنراسيون اللي أكبر مني بطبيعة فما فما الشمبيون اللي هم تاوي كما هند شيوش حميد سالبي هند عدت في الرالية في الكراب نعم 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 تحية لك وتحية أكيد للقايدة اللي هي أنا نعتبرها من أكثر المؤثرين في الوسط النسائي في الرياضة الميكانيكية هي أختنا هند الشوش أنا سادة مشاهدينة رجعت مع شيفة تحية ومعاكم انتو مزادة باش انتبعوا هالغاتو اللي بالخوخ من قبيلة وشيفة تحية تركض جوبة كبير رياضة رياضة مش ميكانيكية أنا عم سفور متبعتي هذي أنا هذي الميكانيك بتاعي بيسيبس والتريسيبس لا 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 مفورمين صبع بيسيبس تخدم بيسيبس تخدم مدام نخدم بلايش ركاضة إلكتريك معناه موري واضح ما زالت ننجو من نقاوم الركاضة دونك هذي بلان ديف مع السكر هذي كرم خيش معها السكر أنا قد لكم مئتين واربعين قرام كريمة نحط عليها مئتين قرام سكر سكر عادي سكر عادي نركضها كما تشوفوا هكا معناها حتى باليد معناها ميزمش حاجة مهاش قوية يسراه الكريمة في ساعة تتخلط هوني ناخو السكر فاني بتاعي نحطها في شقالة أخرى تشوفوا علاش معناها سهلة هي بسيطة لكن فيها شوية تكنيك نحط السكر فاني بتاعي اللي هو سماخت شيف في السكر فاني إذا كنتم بشتعملوها بغالة أخرى تمشي مع الزهر تنجمو تستعملوها بالسكر اللي بالزهر إذاك حاجة بنينا برشا وتفوح تعتينوكها أخرى هوني نكسر ثمانية عز متر بتاعي نحطهم فوق السكر فاني خطر أنا السكر ديجا حتيته في الكريمة فخيش معناها هذا يتخلط إلا مع السكر الفاني ما يتخلطش مع السكر آخر تولينا حلوة قشرت ديجا الخوخ بش من بعد نقصو مكعبات صغار كي ما يقولي أيوب مكعبات كروات صغيرين بتاع سانتي وفما خوخ آخر معناها قشرت الخوخ اللي حتيت جنب بش نحطو في وسط القاتو وجنب فوق وجه القاتو معناها زوز نوع قصان في الخوخ لكن قبل هذا يزمن نخلط القاتو متاعي ونخليه يرتاح نخلطو العظم والكريمة متاحهم مش بالفارينا كمبلات مو خاطر الخوخ هذكا اللي بش نحطو أنا في وسط القاتو بش يكون بش يتلف في وسط الفارينا ومعه الخميرة أنا هوني نجي نحط قرصة صغيرة ملح في وسط العظم ونجي نخو الخليط متاعي جزت نخلطو هكا نقولو نخلطوهو نوملات معناها كينا بش نعملو أوملات ما يزموش أكثر تخليط مش ركضان حتى لين يطلع محشنش بالركضة نجي نحط هذ هوني ونجي فوق الكريمة متاعي اللي أنا ركضتها ونصب بشوية ونزوز في وسطها الخليط متاع العظم هو يتعدى وإنا نزيد وهو يتعدى وإنا نزيد حتى لين نكمل العظم متاعي كل لكن على ثلاثة ولا أربعة مرات بش الكريمة مت يحش تشوفوا فيها كيفاش تقعد عالية وتقعد مزيانة اللي عندو ركذا اللي كتخيك يطلع الكريمة ينجم واللي ما عندوش اللي كتخيك هاكم شوفتو معناها باليد بالفوية هاكية تطلع راهي ما فيهاش حاجة صعيبة ولا تشد ياسر وقت سهلة وبسيطة وما يزمهاش برشا معناها ما يزمهاش لوقت برشا ولا تكاليف برشا وتوى احنا في السيزون الكبيرة متاع الخوخ اغتنموا بفرصة اخدموا بالغلة متاع السيزون تطلع لكم حاجات بنين برشا هذا يعني الخليط متاعي حذر انا باش نقعد نحذر الخوخ وبعد نوريكم لتابلي بعدها كيفاش باش نخلته في وسط قطو متاعي يعطيك الصحة شافتحية انا سيدا مشاهدين حذرت هنا الفاخص متاعي خذيت الشامبينيون باش نقول لكم حاجة على الفطر كيفاش نعملو في باقيت فارسي وصفة كما هكا من مستحسن انو منسوتيوه قبل باش يسايب شوية ملمامتاعه خاطر كي نحطه فرش كما هو في قلب البات باش يسايب برشا ماء وهكا تتفرت دوكو انا نحطو خاصة في الحاجات اللي هي مسكرة والبيتزا توا عادي جدا مش تقص شامبينيون كري كما هو ناي وتحطو فوق البيتزا بالعكس يعطي بنا خارقة العادة لكن كيفاش تحطو في حاجة مسكرة والفافير متاعو يقعد لداخل كل شيء يسايب برشا ما هذا كعليش انا ننصحكم تاخدوا الشامبينيون تقشروه ووريتكم برشا مرات كيفاش نغفو هالفطر هذا يقشروه بعد منسوتيوه شوية في شوية زيتونة ومعاه فلنا ثوم صغرونة دونك هذوما المكونات عندي طماطم هنا حاطيت لها شوية ثوم وشوية ملح حاطيت معاهم شوية حبق وشوية زيتونة رحيتهم مع بعضهم من بعد عندي الفروماج رابيه هو حاضر باش من عند مرياح اخترتو على خاطر يذوب في قلب يبقى فاقصيون حاضرهم ومعاهم شوية زيتونة اكحل وشوية زيتونة اخضر ليحب هنا يعطي مصدر متاع بروتيينات للباقيت فاقسي هذيه يحط ينجم يحط معا الشامبينيون شوية جيج وإلا ينجم ياخو كعبتين عظم يصمتهم يقصهم بروج ويحطهم في وسط الباقيت فاقسي انا باش نكمل نحضر الوصفة هذيه لكن نزيدو نستنو شوية الباقيت متاعنا تخمر في عقلها بدا وباقي ومبعض ندمارو مع بعضنا البخيباراتيون مرحبا بك وشكرا على ظرف الضيف شكرا على استضافتكم وشكرا على الكرم الضيفة مرحبا مرحبا بش نحكيه على الملتقى العربي هذا الوطن للأدب في دورته الثاني اللي بش يكون منهار 18-19-20 أكتوبر شنو كان معطي شنو الفكرة متاع للملتقى هذا ويني تم معطينا فكرة معطي الناس اللي أول مرة تسمع بيه موك فضاء وطن ثقافي ببنخديش هو فضاء ثقافي خاص أحدثه سنة 2013 لصاحبه المصرحي عبد الحكيم السويد وأديره فنيا ضمن نشطة هذا الفضاء الملتقى العربي وطن للأدب في دورته الثانية هو في 2013 الفضاء أحدثه الفضاء أحدثه في سنة 2013 الملتقى العربي وطن للأدب جاء بدعم من وزارة الشؤون الثقافية تحت برنامجها الوطنية مدن الفنون وبشاركة مع منذوبية الجيوية للشؤون الثقافية بمدنين ومؤسس بيت الشعر التونسي من فقرات هذا الملتقى جلسات علمية حول شنو؟ ثلاثة جلسات علمية طبعا تحت تام لعملناه للملتقى الأدب العربي والأدب الغربي جدلية التأثير والتأثر في الجلسة العلمية الأولى يحاضر فيها كل من الدكتور عزليل عباسي والدكتور محمد عبازة حول المسرح حول جدلية التأثير والتأثر في المسرح الجلسة العلمية الثانية في الأدب ويحاضر فيها كل من الدكتور أسيل الشابي والدكتور فتحي أولاد بوهدة ثم جلسة علمية ثالثة يحاضر فيها الشعر والناقد العراقي حكمة الحاج والشعر والناقد التونسي حافظ محفوظ حول جدلية التأثير وتأثر في الشعر إضافة إلى ذلك أمسيا شعرية بشاركة مع أسس بيت الشعر التونسي وهنا أتوجه بالشكر إلى مديرها السيد الصديق والشعر أحمد شيكر بن ذيا لتعاونه مع إدارة هذا الملتقى إضافة إلى ذلك عرض مسرحي مسرحية أسوات كما يشير البرنامج للكاتب العراقي حكمة الحاج هو نفس الكاتب ومخرجها جلال حمودي يؤدي شخصيات فيها الأستاذ والممثل مبروك محظاوي والممثلة أمانية محظاوي هذا العرض المسرحي من إنتاج جمعية الإشراق المسرحي بيب نخديج طبعا في لبس المنطقة إضافة إلى ذلك أمسيا موسيقية من إنتاج الجهة ثم برنامج متنوع خلينا بش الناس اللي كليكما ما نعش عن تقلوش باش فيسبوك ولا حاجة لجمو يدخلو الناس ويتفرجوه ويعرفوا البرمجة يعن تقلوش فيسبوك سيدي؟ موجود موجود فضل وطن الثقافي كما تشير الورقة العلمية والمطوية بيب خلي نشوفوا البنات كان عظامش أسهلا مرحبا بيك في المتينال حبيت نسألك اليوم احنا في عصر الانترنت عصر الديجيتال تراشي اليوم مع احترامي للأدب والشعر هو شيخ الفنو كما يقولوها اليوم ما كانت الشعر او الادب او النوعية هذية بتعليزي فنمو اليوم نسبة الاقبال عليها صراحة كيفاش؟ الهنا نرجع الي كبير الشعراء محمود درويش يقول الشعب بلا شعر هو شعب مهزون ومن نقطة هذي انا باش نجاوبك على السؤال متاعك الي حتى الشعر اتطور يعني معاش نحكو مثلا على قصيدة في همية بيت واللي نحكو على قصيدة اقل معاش نحكو على نظام صوتي واحد داخل القصيدة الي بشكل حتى المستمع يفضل ثم تطورت ايضا تطور الشعر واصبحنا نتحدث عن قصيدة الومضاء الي تتجاوز ثلاثة أسطر هذا كل ما اقول سي جاليل اما ممكن انا في سؤال صفية تقصد معتا اسكو الشباب قاعد يقبل على ندوات هذم ولا بشتو قاعد جوزتك قاعدة ثقافوت وشعراء يعني النخبة موجهة الى النخبة معينة شيئنا عم أبينا الملتقيات الأدبية هي ملتقيات نخبوية ايما نحبو الشباب الداخل معتا نماذبية في الميخداشة والهن في الملتقى هذا ثم مسابقة أدبية عربية للشعراء وللكتاب الشبان دون سن 35 سنة ولحنا بش نشجعوهم على على هذا الغمار على هذا الطريق على هذا بش مينسوش الشعر والأدب طبعا طبعا وهذا هدف من هدف من أهداف الملتقى ومن أهداف الفضاء ككل مرحبا بك سي جاليل في الماتينال انت دي جاتا حكيت على المسابقة معناتها نحب نسألك اللي في المسابقات هذومة بشكونوا فهمة جوائز للشبان اللي بش يشيركوا فيهم نعرفوا بش تنجموا تشجعوهم أكثر على الأمسية الشعرية وعلى الأدب وشنوما الجوائز اللي بش تنجموا تعديوهم قبل ذلك تنوه لجنة المنطقة لجودة النصوص التي وصلتها من داخل تونس ومن خارجها من أكثر عربية أخرى وتم اختيار عشر مشاركين في مصابقة القصة وعشر مشاركين في مصابقة الشعر وثمت ثلاثة جوائز طبعا جيزة أولى جيزة ثانية جيزة ثالثة في كل مسابقة الجيزة ستكون جائزة أدبية متمثلة في كتب وجائزة مالية قدش الأسعار الجائزة المالية قدش قيمتها الجائزة الأولى ثلاثمائة دينار الجائزة الثانية مائة دينار الجائزة الثالثة مائة وخمسون دينار شانتك بسي جليل الملتقى هذا اللي هو يقصر على الأدباء والشعراء قلتنا جايزة من أكثر عربية هل فما معتها ناس جايزة بتخطون الدورة اسمها التأثير والتأثر بين الأدب العربي والأدب الغربي نورمال ما فما عباد جايزة من أوروبا من أمريكا من الهب با كنقوله ملتقى عربي أما أن يكون الموضوع موضوع عربي أن نحق على الأدب العربي وإلا يكون الضيوف ضيوف عرب ولهنى في ملتقى وطن للأدب العربي ثم الاثنين ضيف الشرف هو الشعر والناقد حكمة الحاج من دولة العراق ثمت أيضا مشاركين من خارج تونس من المغرب من العراق من الجزائر ومن ليبيا أذكره على سبيل الذكر للحاصر إيمان حماني من الجزائر حيدر الأسدي من العراق فاتمة أعموم من ليبيا هؤلاء مشاركين ذنب المسابقة الأدبية التي تحتضنها هذه المسابقة لكن الجدلية تأثير والتأثر بالأدب من خلال الموضوع من خلال الجلسات العلمية هذا لا شك فيه صمتك به مشكور سي جلال حمودي اللي هو مدير الملتقى العربي وطن للأدب في دورته ثانية بشكل منهار 18-19-20 أكتوبر في بنيخداش هكا في بنيخداش أمشوا ونجموا الناس العاديين يجيوا يحضروا إلا فقط ودابا وريدوا من هذا المنبر تقديم دعوة إلى كل مهتم بهذا الشأن الأدبي إلى كل مهتم بالشأن الثقافي في الجهة مرحبا بيه أيام 18-19-20 بمعتمدية بنيخداش من ولاية مدني مدني قتلك بالفلوس يدخلوا لبليش مجانا مجانا الأدب لا ندفع إذا كلهم يربحوا 150 دينار للرئب مشكور سيجالي للمرة أخرى وميخسبوك وزيد وزارة الثقافة لتشاجع في النوعية هذه نتعلم مهر الجانات نخج وفاسر ومبعد نار